دايماً في مواضيع جديدة من حد نطرحها ببيت بيوت حتى أنتوا كمان يكون عندكم فكرة عن كل القصص الجديدة يلي بتدخل بعالم الانتيرير اليوم رح نحكي عن التلبيسات والمواد المستعملة بالمشاريع الهندسية وكيف فينا نمزجها ونظهرها يعني عم نحكي عن الخشب عم نحكي عن الجفصين عم نحكي عن كل المواد المستجدة يلي صارت اليوم هيك جديدة بعالم الهندسة الداخلية ورح نحكي عنه أكتر مع المهندس الداخلي والأستاذ الجامعي زاهر عبدالله صباح الخير صباح الخير ماريات إلي كل المشاهدين تعودت أنه أنا قدمك فيك اللي جامعة سيرة فيك فيك أهلا وسهلا زاهر اليوم هيك عم نعمل خلطة اليوم رح نحكي عن الخليط كيف بيطلع لما نمزجه سوا اليوم طبعاً بإطار تطور المهني الدايم بالانتير اكتاكتشور وقادي عم يطلع عندنا مواد جديدة عم نتفاجئ عم نقول أنه آه واو هاي دي بتتلبس على الحيطان أو بينعمل ميكس اند ماتش مع بعضها صو هيك رح نحكي اليوم عن هالمواد بالخشب بعالم الخشب تطور الخشب وبعالم الرخام تطور الرخام يعني بداية كنا عم نسلم الرخام كتلبيسات بالشمينية كتلبيسات بالجدران كتاكسيت أرديات اليوم صنع عم ندور خام خلق معنا شي بعالم الرخام اسمه الأونيكس الأونيكس اللي قدرنا ندويه من قلبه نقدر نعمل لايتينغ من قلب هالجسم اللي لبسناه على الجدران الخشب كمان اللي قدرنا عم نعمل فيه جونتز قدرنا عم نفرزه قدرنا عم بيكون هيدن دور مع الأبواب بالدايننج آريا أو بالكيتشن آريا صو تطور المواد وعملية مزجة ببعضها خلانا نترق اليوم لهالموضوع اللي كمان خطر مريات كمان إذا ما كنا عم نمزج هالمواد بطريقة صحيحة ماتماتيكية إذا بدك أو هيك نشتغل باي بوك أو باي ليرز رح يكون عندنا مشكلة كتير كبيرة رح يكون فيه عندنا عم نصرف على مواد وعلى تلبيسات عم تختفي بالجدران لأ لازم نشتغل ليرز لازم نشتغل أول كوش والتاني والتالتة وتراتبية أكوردنج على الديزاين وعلى شوب دروينز خراية التنفيذية لحتى نوصل لهيك خواتيم سعيدة هلأ حضرتك عم تقول زاهر أنه بدنا نمشي باي بوك في قصص فيها هلأ العين يعني إذا شخص ما بيعرف باللي حضرتك عم تقولها أو ما بيعرف الحسابات العلمية لم ممكن العين تنفر من حيث التنفيذ قصدك من حيث الرؤية البرسبكتف هو موضوع الديزاين والثريدي ديزاين والبرسبكتف هو عملية استباقية للتنفيذ هوني نحن عم نهرب بالديزاين عم نهرب لحتى نفرجها الكلاينت أو المستخدم كيف رح يكون المود بتلبيس الجدران كيف رح يكون الارخام موجود بالخلفية والخشب موجود قدام كيف قدرنا نضوي على هيدا الايتم هيدا المواضيع اللي رحنا عليها بالديزاين بالأنيميشن بالتحضير للمشاريع خلتنا نكون عم نهرب من المشاكل التنفيذية اللي بتكون بالإكزيكيوشن اللي بتكون بقلب الورش بتلبيسات الجدران واليوم كتير مهم أنه يكون فيه مساطر يكون فيه إشانتيون للعالم نجي عم ننقي الارخام نشوف قبل ما نلبس هالمساحة الكبيرة لأنه اليوم الجدير بالذكر أنه المواد اللي عم نحكي فيها فيها نقشات فيها تاكسشور فيها جام لما عم نشوف بس قطعة وحدة بهيدا الشوروم أو بالديزاين ما عم تزعجنا ولكن تكرار الايتم على الجدران وعلى الأرضيات تزعجنا تاكسشور نصير عم نروح على لير تاني وعلى تاكسشور تاني خلينا نظلنا نعمل الأفان بروجي والديزاين ونجرب بالكروكي بالسكاتش بهالبرزنتيشن اللي منعملها للكلاينت لأنه البرزنتيشن بالمشاريع هي 50% من التنفيذ ومن الإقناع لأنه إذا عم نقنعك به هيك تاكسشور أنت منك حاببتيا فيك تاخذي أراتي جاية أبعية لأنه ما رح تحبية وهي دا مساحة اللي عم تعيش فيه حلو طيب اليوم زاهر شو أكتر هيك مواد اليوم عم تطلع حلوة لما عم نمزجها سوى أو هي كله بيرجع كمان نرجع لنفس القصة للمساحة ولوين عم تنحط للمساحة وللارتفاع اليوم رح نعبت هيك أولوية لارتفاع الأسقف لارتفاع الجدران لأنه اليوم عم بيكون في عنا سلابز بالبرخام ارتفاعاتهم مختلفة ما بين 3.90 و3.60 عرضهم ما بين 1.20 إلى 1.40 إلى 1.60 هيدا العملية الحسابية لمنقصة مع ألواح الخشب هوني رح تكون عم جاوبك بطريقة مزج المواد وبنفس الوقت اختيار المواد اختيار المواد أكيد حسب المساحة أكيد حسب الارتفاعات نعم هوني عم نشوف طريقة مزجم مع بعضهم هالفرانش أوك اللي صار كتير حلو مع الخشب المرخم اليوم سنة منشوف خشبه الفي طبعه الخام هي خشبه هي من الرخامة صارت هيني على الحملين إذا مثلا عم بيكون عندنا 100 تايبل صارت هيني على النقل هيني على التشكيل وعم تعطي نفس يعني هيك عم بتغشنا بالملمس لا ما عم تعطي نفس الفخامة ولكن باللوك عم نشوفها عم نروح على سايت تايبلز هيدا شغلة جديدة اي عم نروح على سايت تايبلز لأنه ما عم نتقرون بس عم نشوفهم عم بيدي عم نحسهم بلا هالقدر خام هيدا الموضوع بالتوفير بالمواد كمان كتير مهم نشتغل على اللوك بالايتمز اللي ما كتير عم نستعملها المافية ميكانيسي دايما هنتين بيقولوا الأشياء المافية ميكانيسي ما في حركة خلينا نشتغل على باجت أقل فيها لأنه هيدا لوك هيدا ديكوراسيون أكتر أكتر ما ما هي استعمال هون عم نشوف طريقة شغل البانرز الأديمين اللي هن تغير لونهم تغيير اللون كمان هيدا موضوع ترق على موضوع الأخشاب وترق على موضوع تقسيم الأخشاب عم نشوف كيف اشتغلنا الباتاجونيا الارخام باللوك طبع الماربل كيف الباتاجونيا موجود بالخلفية عم نضوع للايتين كمان عطانا أهمية كتير كبيرة كمان عنا تطور كتير كبير بالل اي دي لايتينج الماغنتيك اللي صاروا مزرعين بالأسكف هون جديد بالذكر أنه البروفايل اللي منشوفها بالأسكف نزرعها بالجيبسن بورد خلال الورشة طريقة تركيب واستعمال المواد كمان اللي هو حيثية مهمة يعني حضرتك عم تحكي هلأ عن الإنارة كمان الإنارة بتلعب دور بأنه هي تغش النظر بتلعب دور أنه تظهر المواد أكتر أوكي أو الأوبتيكال إلوجين اللي بتعطيها المواد بنروح على اللي فيها رفلكشن أكتر اللي فيها ميروار اليوم مثلا بالمرايا بعالم المرايا صار فيه شيء اسمه انفينيتي ميرر اللي بنطلع فيها منشوف البرسبكتف لغرقان لجوه وكأنها مغارة هيده كمان من خلال تطور المواد قدرنا نلمس هيده الشيء هون لازم يكون الأرشيتاكت عطول عنده هالإطلاع عطول عم بيزور معارض عطول عم بيكون في عنده عم بيكون هيكي أبديتد على مواضيع جديدة لأنه فوبا إنه يجي الكلينت اللي عندك على المكتب يقول لك فيه ماد جديد بالسوق ما يكون شايفينها أو ما يكون عندكم علم فيها الطريقة استعمالها لهيد المادة هو أهم من إنتاجيتها وأهم من الإطلاع عليها بالصور اللي عم نتشاركهم مع المشاهدين عم نروح على ليرز موجودين على الجدران هالسلابات الكبيرة اللي فيها جونس كيف منهرب من الغلق بالرخام من أسر خام من طعم معه خشب يعني اليوم اللي من كنا عم نلبس على الجدران ثلاث سلابات وبيطلع عنا عشرين سانتي زيادة منحطهم خشب ببينوا كأنه سيجنيتشر خشب مع مع رخام هاي دي بتخلق من وراء الإكسبرينس بالوراش بتخلق من وراء الارتفاعات اللي موجودة عندك طبعا بيستبق موضوع الأشياء اللي عم نشوفها ملبسة على الجدران شوب دروينجز وإليفاشنز داخلية نرسمون نشتغل عليهم ناخد من المعامل أنه موجودة هيدا الأشياء لنقدر نلبسهم على الجدران بس عم بحس أكتر ظاهر أنه كأنه هيكي الميكس أنماتش بين الرخام والخشب هو اللي عم بيربح كتير قريبين على بعضهم كمواد صلبة كسمكات لأنه موضوع السمكات يعني لوح الخشب اللي ميكة سمكته سانتي واثنين ميلي لسانتي وثلاثة ميلي الواح الرخام كمان سمكاتها ما بين تسعة ميلي والسانتي والسانتي ونصة كتير قريبين بالسماكات لبعضهم ما بيزعجوا بالتشكيل وبالتفصيل بسهو دايما عم ينشغلوا مع بعضهم والبلس أو ماينس اللي موجود الخشب ورخام بيعطوا غنى وبالطبع الخشب ورخام هي مواد عزل هي مواد تعطينا من الحرارة ومن الرتوبة للبيوت اللي في عنا فيها مثلا مشاكل أو موجودة على الأوتوستراد هلقد بتعزلنا أكيد القماش مغاب بعضهم موجود بس نرجع للسطايل طبع البيت نرجع للكونسبت أي بيت عم نشتغل أي سطايل عم نشتغل عم نروح كتير بالخشب ورخام لأنه كتير صار طغي للمودرن والألترا مودرن نايو كلاسيك شوي عم يختفي لأنه أحجام بيوتنا زغرت والمسيحات زغرت يعني لما تزغر الأحجام بيختفي نروح على المودرن عطول بيصير مسقعة أكتر روحية البيت بيصير مسقعة أكتر كمواد بيبطل في عنا كتر بالجدران بتلبيس الجدران بيصير في عنا قلة بهذا الموضوع ولكن كمان حلو كمان توجه حلو هيك عام الجنراشن كتير حلوة والكوب للنيو جنراشن ما رح تقدر تشتغلي له الكانا وماري أونتوانات والبرجار الكبيرة أصلا ما حيساعد أشياء بالإسباس وفيه توجه مختلف اليوم حتى بعالم الألوان بس كمان فينا نضيف خشب يعني حتى بالبيوت الصغيرة الخشب بدل عنده لمسة خاصة هذه المادة عبر العصور من وقته براج من وقته البروك ستايل والخشب المحفور اللي اشتغل بالكنيس لو وصل لهون صار هالقد لمايكا وود عم بتشوف في دارفة المطبخ يبوشتها أوبن تفتحيها بتفتشي على المسك ما بتلاقيها سو هالقد صار في عنا تطور بعالم الأخشاب صار فيه صار فيها اللي كتير قوي اللي هي فاميروار سو هيدا تطور فزيع بعالم الأخشاب وبعالم المواد بشكل عام والجديد بالذكر كمان هون في كتير مواد طرقت نعملها بوليشينج للمواد يعني الارخام صار فينا نلمعه أكتر الخشب صار فينا نلمعه أكتر هيدا التطور الفزيع بهالاختصاص خلينا اليوم نسلط الدوعة هيدا الزون عم بيكون في عنده هيك لمسة خاصة في الخشب هلأ كمان عم نشوف زاهر عم بحب الحيطان لأنه طريقة التلبيسة ماشي مع الأسكف مع ارتفاع الأسكف الجونس ما عم بتكون مملة الألواح الكبيرة ما عم بيكون موجودة عم يكون فيه جونس ما بيضع النظر مننا هذا اللي بدي يقوله التكرار الحلو بعالم التلبيس بيعطيك هيك هيك كافرينج روتيني اللي هو الوال كلادينج ما عم ياخد كتير ساماكي من الغرفة برجع بقلك بده يكون فيه تنوع بالألوان الجراج اللايت جري الأبيض هاي الأشياء اللي كتير صارت درجة عنا ما بيزعجوا العين ما بيخدشوا العين حتى لو أنت ما بتحب الكلاسيك ما بتحب المودرن وانت ما بتحب المودرن بس تقبلتيا لأنها تلبيسة حلوة بالليفنج آريا عم تعطيكي بنفس وقت عم تعطيكي مود من الخشب وارخام الارخام والخشب بيحكموا علينا الألوان يعني بيحكمونا بالجري أو بهيد الألوان الفتحة أو لأ فينا نحنا ننوع لا فينا تنوع فضيع بإشرة الخشب بتلبيس إشرة الخشب فينا ألوان من المهوغني للغامة للزيبرانو اللي بيجي مخطط العسلة مع الباج الارخام كمان طبيعي نفس الشي فيه تنوع كتير كبير بالألوان من استاتواريو لبيترا جري للأسيرونيرو الغامقة والشي اللي كتير مهم اليوم أنه صار في عنا سيراميك لتلبيس الجدران سلابات سيراميكي كبيرة لتلبيس الجدران هون بدراسة الباجت لما يكون في عنا تلبيسات الارخام أوفر باجت مروا على تلبيسات سيراميك بيعطوا نفس الأفة أكيد بيعطوا نفس اللوك ولكن الارخام له عالم خاص والسيراميك له عالم خاص بس حلوة هيدا الهروب هي الهروب من الباجت بس أنه من ضلنا محافظين على جمال البيت صح من ضلنا محافظين على هالايكوني اللي رسمناها من ضلنا محافظين على الكونسبت بشكل محدد لأنه كتير حلو البيت لما نجيب أرشتاك تشتغلنا البيت يكون في تاتش يكون في كونسبت يكون في ستايت وإلا نحن من خلال هيك درائتنا أو موهبتنا بالسوق قادرين نجيب هالماتيريالز ونلبسهم وهذا شيء ما بنصح أبدا العالم يشتغلوا عليه لأنه شيء كتير خطير عملية المواد مع بعض عن جد زاهر هيك اليوم الموضوع ليوم وإن شاء الله هيك من ضل نرجع نحكي فيه بحلقات جاية شكرا كتير لحضورك معنا أهلا وسهلا الموعد بجدد الأسبوع المقبل شكرا للمشاهدة